منذ بداية أزمة فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في العراق انطلق جرس انذار نفاذ الأكسوجين معلنا عدم قدرته على تأمين متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد كونه أحدا من أهم متطلبات العلاج للنجاة من الفيروس الذي اخترق رئات العراقيين أعداد الإصابات المتزايدة بشكل سريع مع قلة الأكسوجين في المستشفيات التي لم تكن على القدر المطلوب من الجاهزية لموجهة هذه الجائحة هو الحكاية الأخطر في عملية موجهة العراق لهذه الجائحة لتخلق أزمة جديدة تضاف لأزماته التي تأبى أن تفارق شعبه المنظومة خلصت يا وزير الصحة أخوان شارك للمقطع شوف الأزمة نحن لا نريد أن نجد الوضع أخوان شارك للمقطع أريد أن يوصل اليوم للحكومة المركزية للمحافظة لكل مسؤول بمحافظة الذقار الأكسوجين لا متوفر بمحافظة الذقار الله أكبر عليكم يا فازدين منظومة أكسوجين حكومية قديمة لا تسد حاجة المصابين بالفيروس لسيما أولئك الذين يعانون من أمراض الربو والحساسية والأمراض المزمنة المختلفة فيما كان لمحافظة ذقار النصيب الأكبر من معاناة نقص الأكسوجين وعلى الرغم من توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاذمي وزارة الصناعة والمعادن بتشغيل جميع الخطوط الانتاجية الخاصة بإنتاج الأكسوجين وإضافة خطوط انتاجية جديدة تدعم المستشفيات وملاحقة الفاسدين والمتاجرين الذين يعرقلون انتاج مادة الأكسوجين ووصولها إلى المستشفيات إلا أن وزارة الصحة تؤكد أن لدى العراق خزانات أكسوجين تكفي لتأمين نحو 280 ألف لتر يوميا وهو مقدار لا يمكنه من مواجهة الحاجة الفعلية لهذه المادة العراق كدولة أو كشعب يمكنه أن يصدر الأكسوجين إلى دول العالم بعد تأمين احتياجات مواطنيه إلا أن الفساد والجشع والآياد الخفية خلقت من الأكسوجين أزمة خانقة بدلا من كونه طوق النجا للمواطنين الذين لم يروا حتى الآن سوى كلمات سنقوم سنعمل سنشكل فلستتحول هذه الكلمات إلى أكسوجين ينقذ حياة الراقدين الذين يختنقون في المستشفيات وسط حسرة قلوب ذويهم على فرقهم نشوف هذا العالم جاء تموت من وراء الأكسوجين اللي هو العلاج الوحيد للمرضى كورونا موسيقى